اي استد وصني ميل بس البرحة ما فتحتي ميلات ما يعني شويش انا عندي شغل البرحة ودزيته عليه ميل ودزيته على البرحة اي اعرف 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 قلت له ايشير لكم يا عبيلو اي ام على قروب يدزلكم يا لا على قروب ما دزق وكاتب لي بينداز لكم يا اي استد نعم استد ندزه عليه ميلات صحيح مضبط بس اعنى قصده على قروب مرتنا مطلب من دزشيه اي انا علي ميلاتاني دزيت اعنى ضيفونا على قروب حتى اي شغلات تخص التطبيقات الحاسوب ادزلكم اياه او او اوكي ساعدنا انا اشارك المثال حتى تشوفوا ساعدنا هذا المثال. قدنا اربعة مثل البرحة. اول مثال هذا البرنامج. لاحظة قدامك. مسند. سونا على اربع جوينتات. على اربع جوينتات. روبطنا اربع جوينتات مع بعضهم. شكلنا ثري المنت. بعدين سندنا على اربع جوينت اثنين مسند على رولر. حمل المثلثي هنا ستة وثلاثين. وهنا ثمانين بثمانين. على مسافة واحد. واحد متر واحد والحمل المثلثي منتشر على مسافة ثلاثة متر. والحمل المنتشر بشكل منتظم. على مسافة ثلاثة. بين جوينت ثلاثة واربعة. واليناطين ايه اهميتين والاي اربعين الف. خذنا نجي نرسم. هذا الشكل. مشهير واجهة البرنامج. وانتفتح البرنامج هيطلع عليك بهذا الشكل. عدنا نفتح نيوان. وانتفتح بروجيكت. طبعا هذا الطريقة اللي ده نستخدمها بحل المثال نظريا. هاي نكتب الوردارات. نكتب الداتا. هاي نطبع عليها منها من اوبن استاد. اديتور. اللي هي منها اوبن فرم بروجيكت. هسا نكتب نيو بروجيكت منها اول شي نختار نيو بروجيكت. مشروع جديد. طبعا اذا نشتغل ان شنو يعني نختار plane. plane انتو دامنشن. اذا اختارت space three دامنشن. فلور. هزا سطح تراس تشتغل تراس. احنا نختار plane. تذكر بالمثال ما نحلنا. بالبداية نكتب استاد plane beam. نسمي بيم. هنا تسمية. خلنسمي بيم. او ايش يتريد اي تسمية سسمي بي. انا عندي اهنان خازن هواي بالبرنامج بيم. فراح سمي بي وان. الوحدات بالمثال كيلو نيوتن ميتر. هنا عندك وحدات الطول وهنا وحدات القوة. عندك وحدات الطول انج فوت مليميتر سانتي متر ديسيمتر متر كيلو متر. عندك وحدات القوة فاوند كيلو فاوند كيلو جرام متر اكتان الطن المتري. نيوتن ديسي نيوتن كيلو نيوتن ميجا نيوتن. انا عندي لوحدات بالسؤال كيلو نيوتن لكل متر. اذا نختار متر. هو مختار رياه انو كيلو نيوتن. انطي نيكست. زي. طريقة كتابة الاوامر مثل ما حلناها بالنظر البرحة بالاسئلة. حل المثال كتابة الامر ودخال داتا مننا. اوبن استاد اوبن استاد اديتور. بس انا هس ارده احنا الطريقة الحديثة. اللي انها صارت طريقة تقليدية. هاينحل بيها نظريا. نحل المثال نظريا. بس بالعملية اريدك تستخدم الماوس. من صبت ارضي او صبت سقوف. اد بلايت. نقول لها ضيفي بلايت. حيضيفي بلاي باربع اركان. اد صوليد هذا اذا دار اشتغل من ثري دايمانشين. اوبن استاد وزارتها راح يفتح لي اشكال جاهزة. هنا انا اوبن استاد اديتور هاي قلت لك نقدر ندخل الادا ونكتب الامر كتابة. مثل حل المثال بالنظري اللي بارح لاخدناهن. كتابة من هنا. اوبن بلدنج بلاينار مود اهنا ايضا راح يفتح لي. المود ما الابنية جاهزة. هنا غدد جوب انت ادخل اسم المصمم. التاريخ التصميم. نوع التصميم. اسم المنشئ. طبعا هاي نقدر ندخل انهن من. هسا راح نفتح البرنامج. ونطبو بواجهة البرنامج. نقدر نكتب هاي المعلومات. هناك جوه. هسا اد بيم. ده نضيف بيم. تنشتغل بيم. نقول له فنش. افتح لي هاي الواجهة. زي. افتح لي واجهة البرنامج. طبعا تقدر الانفورميشن. هنا تجوب انفورميشن. هنا على اول واحدة تروح. بلدنج بلانر. مخطط البناء. شي اسم المشروع تطي اي تسمية. مثلا انطي بيم. او بيم. عدنا بيم رقم ماحد. اف. بلدنج. بناية عندك تدا صممها. بلدنج. اسم البناية او رقمها بلدنج في بيب هو لدي. من الواجهة%. الطابع. ماحد رقمهم. من وزارة التعليم منسطرية تربية وزارة التعليم العالي مهندس تتسمية مثلا نمبر اوف لوفلس يا مستوى يعني يا طابق ده ترسم هذا البين من يا طابق او ده تصمه على كل الطوابق تطينانه نمبر اوف لوفلس اما تقول لأول كل المستويات حيانا ما ياخذ الان انت اصلا هنا ينطيك حريب بالتصميم ضمن طابق واحد او ملتي ستوري فاندوشن ديف سمك الاساس او عمق الاساس مثلا ثم ستين بالمتر 0.6 لازم 0.6 ستين سنتي كريت بروجيكت ديس انتر نمبر اوف لوفلس ندليش ملاخذة هنا اقول لأ 3 لوفلس 3 مستويات لا يفتح انها هاي الواجهة هسه تطلعت ما تحتاج هسه تدخل بتفاصيله نجي على شغل مهلتنا شوف تضغط على هاي طفوية تعليقها طفوية هناك يفتح لك يعني تشتغل كالنمو على ورقة بيانية ورقة البيانية نجي ننشئها ننشئ الورقة البيانية خلو افتح هناك ننشئ الورقة البيانية create هنا دي نشتغل انتو دامشي طبعا انا عندي اكس بهذا الاتجاه الواي فوق والز تتجوز انت دي تشتغل بالمحور اكس واي هذا المحور بالوجه له اكس زت له واي زت احنا نشتغل بالديفولت اكس واي اللي هو صار وجه الورقة اكس واي زين هنا راح تشتغل بمحور مائل بمستوي مائل لو مستوى عدل احنا اسم مستوى عدل ده نشتغل ما عندي مائل فانتي زارة زيرو صفر اللي قرد مالتنا تقسيم الورقة البيانية انت بكيفك ضمن حدود يعني هسا احنا البيم مالتنا مثلا ده الرسمة اش قد الابعاد ماتة خلنا ارجع نرجع على اشوفه البيم مالتنا تسع تسع متار بالاكس طبعا انطي اكثر من تسع متار للورقة البيانية انطيها مثلا خمسطعش بالاكس بالواي انطيها ايضا خمسطعش وكذلك الزيت الزيت ما عندي بيها ما ده اشتغل انتو دايمينشن زين شاهدنا بعد هل عفوا نقطة مين راح تبدي نبدي من نقطة الاصر صفر 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 منا انا زيد منا ارسم الورقة البيانية هاي فوق نقطة الاصر مين راح تبدي احنا نبدي من صفر 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 هنا اعدي زيادة ونقصان بالاكس بالليفت والرايت بالليفت هنا بالاكس ونطي 36 ونطي 15 نقدlies 15 نقصة 15 turr ما نطي لافت لان داد نشتغل احنا باكسل موجب وباولاية موجب لافت ما اعدنا بيها بلس رايت داد نشتغل بالموجب تريد كل تقسيم هس احنا نطينا 15 في 15 تقسيم الورقة البيانية ما الاثنين تريد كل مربع شنو واحد متر لو نص متر لا اثنين متر يقرأ احنا حننطي كل مربع يقرأ واحد متر بالاكسو بالواي سكيو مو عندي زاوية ميلان مو عندي ميلان مستوي راحش تغلب مستوى عدل زاوية ما تزيره انطي اوكي هاي دورات يعليق يعني طيب عادي عندك نات سمي الشيط ماتك سميها بيم وان احرسم بيم وان هنا اروح على فيو بس اتكد ليش مدي يرسمني جرد كلا اشتركوا في القناة 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 نحن ننطيه دائما فرونت فيو لان نرسم انتو دامنشن بالوجهه بالمحور اكس هاي المحور ماتك اكس واي والزت داخل بالورقة دا تشوفون هاي ننطيه التقاسيم طيناها خمسة عاش في خمسة عاش انت بكيفك حسب السلمين احنا مالتنا تسع مربعات تسع متار فنطيه شوية اكبر تقدر تطيه عشرة تطيه داعش بس حتى تكون عدي حرية فنطيه اكبر اكبر بثلاثة اربع مرات ثلاثة اربع متار زيادت عليه هنديه حد التسعة للتسعة ننطيه اخمسة عاش منها وخمسة عاش ساعة مزين كل مربع خليته يحسب ليها متر انت تقدر تغير تخليه كل مربع نص متر او كل مربع مترا يعني بكيفك انا ننطيه الديفولت كل مربع يقراني متر قلنا اهنانا بالرسم مالتنا بالبرنامج خلنا نعتمد طريقة الرسم باستخدام واجهة البرنامج والماوس والاوامر موجود عدي واجهة البرنامج بالحل النظري بحل المثال نظريا اعتمد لي طريقة الستاد اديتور هسان اقدر اطبل الستاد اديتور منا الستاد اديتور اقدر اطبلها منا اكادر منا ، او بن بينا in start وان اظلنا بالإدت اكادر منا ادت امبوت كوماند فايل يفتح لي اذن المدخلات اقدر ادخل بالستاد ادتور اول شي بديت بعدين كتبنا المعلومات هاي الانجينير جوب نايم جوب كلاينت الرفيجين 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 كل انكتب جوب انجينير انجينير نايم شكر نايم ابروف نايم التواريخ اقدر ادخل انا اذن المدخلات منها بس اقدر اكمل الحل منها ورد جوب نايمبر انفورميشن انطايت الامبوتوث امبوتوث هاي ابعاد الورقه ماتيم هو ياخذ الديفولت منها تضطي انتر تبدي تدخل جوينت كوردينيت قبل الفينيش دائما شفته لي جوا قبل الفينيش جوب كوردينيت بعدين توصل بين جوينت كوردينيت بعدين بين جوينت كوردينيت نوصل بين اتم بخطوط كل هاس راح اتطبع لك هاس راح اطلع من عنده رح نكمل رسم مهالتنا عن طريق الوردرز هسه نبدي من اي مكان ابدي من الصفر صفر ابدي من اي مكان هو ممحدد لي اذا نعطين احداثيات دا يقول لي ارسم المثال باحداثيات نعطين جوينت ادخل احداثيات منا يعني اما احسب مثلا جوينت رقم واحد يبدي من نقطة واحد بال اكس واحد بال واي واحد واحد او جوينت رقم واحد تبدي من اثنين اثنين اي بدي منها عساني حبدي من الصفر صفر طبعا تقدر من انا نرسم ندخل من ال اه ها من اقدر اشير من اقدر ارجعها اقدر ادخل من النود خلنرسم هو النقطة حتى تطلع للنود اذا راح نرسم خليكون الرسماتي من صفر صفر او واحد واحد حتى تشوفه زين نبدي بالجوينت اختار اه مننا انا اول شي تختار اه استاذ نعم اليوم محاضرة عملي عندنا هو عملي ها ها اوكي فواني اسا عملي فاتح البرنامج عملي نعم 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 لا استاذ مو تذكر العصر انا محاضرة مرة تذكر لا ليش قلت لك قلت لكم نصب البرنامج حتى اسا من ارسم انتو وياي لا لا ان شاء الله استاذ ان شاء الله بس ما قدر ومتخنك وياك ان شاء الله على المحاضرة الجاية نكون عندنا متنصب اي حتى تفتح شير وياي انا احنا ما حد دخل البيانة بس ات اي نعم استاذ اي شي تسوي لهم بعد والله استاذ ما اعرف خطيئة استاذ استاذ قلت تركن ما حاضرة تب كيفك انا دافل بس خطيئة الباقي مو متأخر مسلم انا ما عندي مشكلة بس انتو وقتهم معصور يعني شو كنك هي الاول والثالثة ها يعني هما محجة هس يعني اي شو كنك من منهج خليها تم دون تسجيب مثل ما عندي بس انا يعني ما عندي مشكلة بس المشكلة شنو مشكلة الوقت ما عندي مشكلة مشكلة الوقت اعرف اي اعرف اعرف وي قلنا بدايتنا تكون من اي مكان ما طول هو ما اعطيني احداثيات النقاط ابدي من اي مكان ابدي من صفر صفر من واحد واحد هسا ابدي من واحد واحد اول جوينت من واحد واحد الجوينت الثاني افتح عندك افتح قدامك اذا انا دازلك يا دازلكم يا المحاضر المثال خليه قدامك الجوينت الثاني ساير على مسافة ثلاثة متر بال اكس ثلاثة متر بال اكس ثلاثة متر بال اكس الفاتح قدامك المثال افتح المثال قدامك مسلم مثال رقم واحد ثلاثه افتح المثال قدامك مثال رقم واحد طلعه عند ازياد لكم يا المحاضرة. بتاعتني رقم واحد. وازدغسها خلت خلوه بتاعت. غير طلعا قدامك يا مسلم. اتبع وياي. طبعا هاي دائم ان انت اثناء البرنامج كل ساتطلع لك يقول لك تريد السيف. عمنا ما تقول لك يس. تريد السيف. طلعت المثال. اي لا اصداد طلعت. مزيد. اول نقطة بديت هنا هنا. مع طول من اعطين احزاثيات ابدي وين مشاهد. نقطة الثانية بالاكسش قيت. كم متر? الجونت الثاني. خلوه بدي من الصفر صفر احسن. ما يبدي من الصفر. احزاثيات ابدي بدي خلوه بدي. ارجع احزاثيات ابدي اس الخيم الفيديو نkunه جنت. احزاثيات ابدي احزاثيات ابديو اللي كم متر? ويا يا مسلم. 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 جونت الثاني نحسب ثلاثة بلوكات يعني ثلاثة متار. بعد ارجع على المثال. جونت الثالث واحد اثنين ثلاثة ايضا على ثلاثة متار. المقسم عندي. قسمة البين ماتي على اربع جونتات. البين طولة تسعة. مقسمة على ثلاثة امتار ايضا واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. كملت. انطي اكت اسكيب. حتى يطلع من عنده. ما عندي جونتات. هاي الجونت. الاولى ماتي. هاي الثانية. هاي الثالثة. وهاي الرابعة. طبعا مين رحت اروح افعل المؤشر مع الجونت. هذا. النوت. النوت او جونت. النوت. كرسر. مؤشر. مؤشر الجونتات. هذا الكرسر الثاني. يقشر لي المؤشر العام. هذا مع الرسم. كرسر الثالث. مؤشر البلايت. هذا مؤشر الصلد. انا هزا جونتات عندي او النوت. فعلت ماوس او مؤشر النوت. رح يقشر عندي وين النوت. نوت الثانية. الثالثة. الرابعة. وصلت ميناتها مخطوط. زين. موسيقى 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 العمل مالتك. خاف تطفى الحاسبة او يفقد الشحن. تخلص الشحن مايروح الشغل مالتك. زيان. هنا بس اطلع لكم الاحذاثيات مع النوت مالتنا. الاحذاثيات الاحذاثيات طبعا انها اقدر اخفي القرد و اقدر ارجعها اخفيها و ارجعها سوف يتطلع الاحداثيات ام 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 Que想 ولا هوا! دائما ام 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 اعها ام 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 اشتركوا في القناة اما ام 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 اراج rais م ام ام ا不شن ملو صباح خير دكتور ملو صباح خير دكتور ترجمة نانسي قنقر 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 المحاضرة وهالسيادة دخلت ما أعرف الرابط شوي والبقية وديان ما أعرف السلام سمحنا بالقروب قبل شوية يعني هو الرابط طرعت من الرابط يقول ليه يمكنك الانضمان بتلك الاجتماع السلام عليكم طلاب وعليكم السلام دكتور السلام دكتور أستاذ يحياني سجل لي أسماء الحضور الموجود حالي وحنضمي لك المحاضرة ورفع لي أهب مذكرة رسمية اليوم إن شاء الله تمام؟ تمام ميسر مهيعتكم محاضرة محاضرة العمل محددة وقتها قصير نحن مريد نضايق بعدين بالنهاية ننحصر بوقت نكونون مملحين كمين تضطرون أنطيكم المحاضرة أدخلكم المحاضرات وتطالبون بها بالامتحان أنتم متحضرون المحاضرة شو راح تفهمها؟ نحن نطبق أول مثال أخذنا البارحة أخذنا عدة أمثلة أول مثال بالنظري راح نطبقها عملي قلنا دخلنا راح أعيد هنا هذا الني نطبقها خلي أعيدها من البداية شو يسميكم أدخل على البرنامج من جديد أدخل على البرنامج من جديد أول شي نختار انتو دايمينشين بلين هنا تسمية سميها بيم نحن نشتغل بيم خلنا نسميه بيم بيم وان شعدي الوحدات بالمتر كيلو متر طول وكيلو نيوتن قوة أختارها منها إذا دا اشتغل إنج باوند منها أحددها ثاني وحدة طول متر وحدة قوة كيلو نيوتن هنا طبعا الخزن ماتك وين تريد تخزين الرسومات ماتك عدة سكتوب انت تحدد مكان الخزن ماتك وين تجمع الشغل مع مستاد برو المكان تحدد المكان لتريد تخزين بي يعني خازن نعدز اكتوب انطي نيكست ليقول لي انت خازن في اسم بي وان تريد نستبدله؟ أقول استبدله هزين هسه بيم دا اشتغل أقول لها اد بيم هنا بالنسبة طلعت لي القرد القرد ماتي بها هسهنا ايزومترك بها front view back view left view right top bottom ايزومترك اقول له front view اشتغل بال x axis اريد اكبر لقرد مالتي نل ادت انان البيم ماتي التسعة متار ابعد ماتة تسعة متار هاي كل بلوك تقرأ عندي متر فخلى كابرة حتى يكون شوي فري هو يكفي هو يكفي على عشرة متار يكفي ما عندنا مشكلة بي فخلنا نكبر ال مكان عشرة هنا بال x انطي مثلا خلنا انطي 15 تلاحظون بال y 15 طبعا اهنا عندي البلين ماتي داش تغلو بياه مستوي i داش تغلو two dimension تريد بال x y تحددها هذا بالوجه صار عندك x y x z المحور x المستوي x z صار x ويزت الداخل بال بال بالشاشة بالورقة او بالمحور بالمستوي y z احنا نشتغل على x y هنا ما عندي ميلان باي محور هنا المحور ما اتخالها global coordinate x y z ما عندي ميلان bs q فالزاوية صفر ابقية نقطة تبدي لقرد ماتك الورقة البيانية نص صفر 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 لو من الواحد واحد واحد كيفك انا احنا من نقطة الاصل نبدي ما عندي بها تغيير هاي default grid origin نص صفر 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 نطي اوكي نجعل الرسم رسم البيم طلع قدامك المثال لينان اندى اشيرعتكم البرنامج ما قدر اشير شاشتين مترهم طلع المثال قدامك فاني اعطيكم اياها الملزمة هذا البيم اول مثال بيم تسعة متار نقسم على اربع جوينتات فراح اجي ارسم اول جوينت ما طول هنا من اعطيني جوينت وحدات الجوينت احداثيات الجوينت من اعطيني اياها كل جوينت وحداثيات فعادي مين ما ابدي ابدي هنا راح ابدي من الواحد واحد اول جوينت الجوينت الثاني كم متر قدامك المثال كم متر الجوينت الثاني الجوينت الثاني كم متر مسلم وديان بقية قدامكم المثال مفاتح المثال بداية الدين اي بداية الدين اي بداية الدين مرد بصدك سادهية علي حيدرد اسمعني نعم دكتور علي حيدردز علي جروب الجماعتك بين يلتحقون بالمحاضرة انت راح يتحاسبون اليوم على عدم حضور دي زيتلهم دكتور يلا تمام كامل سادهية طلاب اياي البيم مكون عدي من اربع جوينتات هذا المثال ما لدينا اول مثال بالامثلة اللي اخذناها البارحة اللي هو هذا راح اشير للكم يا هذا المثال اللي اشوفوا قدامكم اول جوينت ابدي من اي مكان صفر 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 واحد واحد ماكو مشكلة عندي البداية الجوينت الثاني ثلاثة متار يعني ثلاثة بلوكات هاني البلوكة عندي الوحدة مسويها طبعا البلوكة تقدر تتحكم بها سويها تقرى لك متر تقرى لك مترين تقرى لك نص متر السراوي كمين نقدر نغيرها جوينت الثالث واحد اثنين ثلاثة اهم على ثلاثة متار ثلاثة بلوكات الجوينت الرابع هم احسب ثلاثة بلوكات واحد الجوينت الرابع بعدين اوصل بينها زين نرجع للبرنامج لازم اقطع التشهير واشير البرنامج ثلاثة بلوكات هس اول جوينت بدأت عملنا طبعا خلي اراويك من تقدر تتحكم بالبلوكة هاي البلوكة البلوكة تقرى عندي تشوف كل البلوكة بال اكس تقرى واحد متر بال واي واحد متر تقدر تغيرها تريدها تقرى نص متر تقرى 0.5 تريدها تقرى مترين ثنين 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 ونص ثنين ونص بكيفك تقدر تخليها تقرى بال اكس متر بال واي نص متر فهنا تتحكم بابعاد البلوكة المربع ابعاد المربع ما المن ما الورقة هاي ورقة بيعنيها طبعا اروح على المؤشر اقول له نوت كيرسور حتي يختار لي يحاوله مؤشر نوت حددت لي اول نوت ارجع لازم اكمل النودات البقية حول قريد اطفل قريد اريد اشغلها حاول تسناب قريد حتى هاي اول نوت نوت الثانية احسب كم مربع مربع عندي يقرأ واحد متر عندي ثلاثة متر واحد اثنين ثلاثة نوت الثالثة ايضا ثلاثة متر واحد اثنين ثلاثة النوت الرابعة واحد اثنين ثلاثة تمام كملت من تحديد النودات طبعا انا عندي بالطريقة استخدام الماوس والاوامر الموجودة بواجهة البرنامج طريقة الرسم هي هاي المعتمدة عمليا احنا حل الامثلة حليناها بالطريقة التقليدية اللي هي شنو ادخال الاوامر انا اقدر ادخل الاوامر منها انا من Open Start Editor انا انا Edit هاي Edit Input Command File راح يفتح لي يفتح لي واجهة ادخل البرنامج الى ادخل الاوامر كتابة بس انا اريدكم ذي شي تحلون بها نظريا بالعملي نرسمه بالماوس واستخدام الاوامر الموجود على واجهة البرنامج ابس اتلاحظ راح اوخر هاي اتلاحظ هنا اول نقطة اول نوت احول مؤشر الى اختيار النوت اول نوت هاي احداثياته 110 النوت الثانية 410 دي اش اربعة لانان اراسمه على الورقة البيانية ماشي بالx 4Y 1 النوت الثالثة احداثياته 710 النوت الرابعة إحداثيتها 10-1-0 تلاحظون هنا بيم رقم واحد تذكرون element هس بعد ما حددت الجوينت كوردينيت أجي أربط بياناتهم أسأل منبر إنسايدنس هذا المنبر إنسايدنس اللي هو منبر رقم واحد يربط بين جوينت واحد وجوينت اثنين هذا الشرب الأحمر منبر رقم اثنين يربط لبين اثنين وثلاثة منبر رقم ثلاثة يربط لبين ثلاثة واربعة تمام بعد ما أكملت من الموديلينج أجي ش أسوي هسه أجي على الجيومتري الجيومتري من عندش أسوي طبعا نروح نختار الجيومتري احنا نضفنا سوينا الجيومتري ضفنا البيم رسمنا البيم ما عندنا بيشكال طبعا عندني الأوامر كل هين موجودة عندك هنا وموجودة ضمن القوائم الرئيسية review tool select geometry geometry بي snap grid يتحكم لك بالورقة البعانية nodes insert nodes add beam plate solid surface هنجعلها واحدة واحدة لسه بعد ما رسمت الجوينتات وربطت بيناتهم اجي الخطوط هاي لازم انطيها بروبرتي انطيها فتصفة هذاني بيم المقطع ما البيم شنو بريزماتيك زين بيم مالتنا بريزماتيك تمام انا هنا ناطيني بالمثال ما اتي ناطيني المقطع ما البيم على شكل اي ناطينيها على شكل اي زين احنا طبعا هنا انا سكشن بيم رقم واحد هنا يفتح حدك نافلتين من تختار خل اغلقها وارد افتحها من جديد هسه اجي اريد احدد هذان الخطوف ماتي شا سميهن بيم كولوم بيم دا اشتغل زين المقطع مالتين مين اجيبه اجيبه من الكماند ممبر بروبرتي هذا الفوك بلايت ثيكنس اذا اشتغل اسلاب تحدد سمك الاسلاب منها هنا سيرفس ثيكنس سمك السقف سمك السطح ممبر بروبرتي منها احدد مقاطع الكولومز والبيم النوع بريزماتيك بريزماتيك طبعا هو بالسؤال ناطيني الاي الاي هاي اقدر ادخلها انا من ال ادخل ادخل الاي وهو يختار لي بكيفه هاني هرا راح انطاني المقطع خلنختاره المقطع مالتنا مستطيل اجي قد تريدو كيفكم تريدو اجي قد الديبث ماتة الواي في الزيت والطول في العروض ما للسكشن خلنختاره مثلا هاي طبعا بالمتر خلنختاره اربعين في خمسين يعني الارتفاع الارتفاع 0.5 والعروض 0.4 نوع المادة الماتيريال اذا شلت الصاح هيختار لي هو بكيف المادة حطيت الصاح اختار احدد المادة tenha اعداد المادة من المادة b.concrete نضغط الاتفاع انت البيع المادة بكم سكشن تريد получится المادة اربعين في خمسين تريد ا 1700 افضل أو 4650 ايه ممبر وان اربعين في خمسين ممبر تو انت عندك ثري ممبر ممبر تو مثلا اتغير عندك المقطع صار اربعين في اربعين ممبر ثري صار اربعين في ثلاثين احنا هنا راح اوحدهن اخلي اربعين في خمسين سانتين يعني بوينت فور في بوينت فايف متر زين اصد هاي النافذة اجي اختار الساين اذا كل هذا اله بيماتي كل المقطع ممبر اربعين في خمسين اقول له اختار لي اشر لي هذا على الساين تبيو على العرب كلك ممبر تيقول لي تريد كلا الساين تبيو دو يونت تو بروسيد يعني دي يقول لي الاختارات راح ياشر على كل الظاهرة على الورقة البيانية اوكي سموه لكل هذا اروان يعني بيم من مقطع خمسين في اربعين ما عندي شي اغلقها حددت المقطع اجي اضيف السابورت السابورت اقدر من اقدر من اضافة سابورت اقدر من لا اشتركوا في القناة هنا support. بالcommands. بالcommands اللي هي حددت من عدها المنبر properties section. اجي لي جوه. عندي support specification. او اول القاه. او القاه هنا. support. هذا. ايد. محطوطة على هذا الشي رسمها اليد. support page. يطلع لك الكتابة support page. support page. شنو المساند العدي. خلي ارجع للفاتحين المثال قدامكم. عدي ثري supports. اثنين من عدهم fix. واحد رولر. بزين. يعني راح اضيف نوعين من المساند. حضيف fix. fix support. create. اروح لcreate. اول اختيار عندي fix. يعني هاشنو امقيد كل الحركات. بالax وال y وال z وال mx ام y ام z اقول له add. زين. عندي بعد نوع ثاني من المساند. create roller. الرولر اهنان بالستاد برو ما ما اكو شي اسم رولر. ما اكو اسم رولر. بس اكو fix but. fix but. يعني قيد لكن حرر. قيد لكن حرر. قيد لي. كل الحركات بس حرر شنو. الرولر يسمح بالحركة باتجاه ال x. يسمح. يسمح لي. يسمح لي. يسمح لي بعد شنو. يسمح لي بالمومنت عندها اشتغلون. يسمح لي بالمومنت حول الزت. الدوران حول الزت. يسمح لي. اذا اقول له قيد كل شي قيد لي ال f y وال f z وال mx وال ال m y. بس حرر. الترانزليشن. الحركة باتجاه ال x. وحرر لي الدوران حول الزت. اقول له. add. زين. هسه اجي. احدد المساند ماتي. assign to view. لا مو. اقول لي. سكير سر تو assign. استخدم لي. طبعا تفعل. استخدم الماوس او المؤشر. حتى تأشر به. حددت اول شي. فكس سبورت. فكس سبورت وين عندي عندي بجونت رقم واحد. وجونت رقم اربعة. بعد. بعد ما عندي فكس سبورت. عندي الرولر. الرولر وين صارة? الرولر صارة على جونت رقم اثنين. بعد ما عندنا مساند. هنا ثلاث مساند. اقول اقل اقل. هسه بعد ما عندي. سويت مودلينج. رسمت الجوينتات وصلت ميناتهم. رسمت المنبر زمالتي. حددت المنبر سكشن اللي هي البيم سكشن. وحددت الاسناد ماتي. بعد شنو بعد عدي اللوتز. اللوتز اقدر منها تفتح لللوت بيج. البرو برورتي بيج هاي ما المقطع البيم او القولم. هنان السبورت بيج. هنان الاسوجة بيج. هنان الالتزمت عم любبط اقدر افتح اللوتز من م مين إما من الالتزمت المنبر أو اقدر من الكمان. مذ SAY يفتح لي اللوتز. إنえば نوع اللوت يریده. نوع اللوتز والمنتج Int supuesto. فميذه 없 خلي افتحها من معنى. افتحها منها. من اللوت بيج. زين. اللوت بيج. ما عندي بها. ما اروح لها. هاي سيزمك بيها وتعمل ستوري. اروح على اللوت كيسز. هاي ازغرها. اروح على اللوت كيسز. اد. لوت كيس. انا عندي كم اتريد هنا انا اتقسم كيسات مات تحميل. بالمثال عندي عندي لينير لوت. وعندي كونستريت لوت. وعندي ينفورم ديستربيوتد لوت. تريد اني كلهم تحصرهم بلوت كيس واحدة او تريد من على ادت كيسات التبكيفك. او حسب لي طلبه من عندك. هسا انا اذن يكون هاخليين بلوت كيس واحد. هاي راح اسميها هديت لوت. تسمية مو مشكلة وانما تجي على خاصية اللوت. لوت كيس زين. نجي على الود. هاي تجي هسا بعد ما حددنا اللوت كيس. سميتي لوت كيس وا. اجعle على اات. اوقف على كيس وان اات. شريد اضيف عندي وعندي 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 ونفر بتصريبية لوت. طبعا خنبشوفها صارع لون منبر لوت. صارع المنبر ما صارع جونتات. فاروح الى المنبر لود. وحتى اللينيار لود والنفوم لدستربيوتد لود صار على المنبر. فاروح الى المنبر لود. طبعا باللينيار لود. عندي حمل خطي بشكل مثلث. اقدر امثله باللينيار واقدر بالترابيزويد. هو بالمثال حالة حالة بالترابيزويد. فراح يصير عنده. خلنا نحلى مثل المثال. وبعدين اخذ لكم مثال اخر احل باللينيار. احل الحمل المثلثي باللينيار. نفس الشي بي دابل يومان و دابل يوتوب. وهنا الترابيزويد بي دابل يومان و دابل البداية بادي بشكل بادي بالصفر. حمل الخط المثلثي. والنهاية من تهي بشكل سالب ستة و ثلاثين. بالسالب حتى يتجه لجوه سالب. هاين هذا يقول لك فريس سيف قل له سيف. قيمة اللود ازدادت ستة و ثلاثين. انطيها سالب حتى يتجه لجوه. هاي الدي وان ودي تو شنو? تلاحظ. دي وان بعد بداية اللود عن اول اول سببورت. الدي تو بعد نهاية اللود عن اول سببورت. انا اريد ان اشراك كله على البيم كله. فالدي وان دي تو احطيها الصفر. يعني ما ما انطيها رقم. فراح ينشر لي. ينشر لي اللود بشكل مثلث. يعني بداية صفر نهاية ستة و ثلاثين على البيم كله. دا اقول لها انشور لي على البيم كله. فالدي وان دي تو اتركها فارغة. الاتجاه الواي. بجلوبال واي. زين. انطيق اقول لها ات. اضاف ليها. بعش عندي عندي عندي. اني بعدني بالمنبر لوت. هي الاحمال على المنبر نفسه. عندي كونستريتد فورس. كونستريتد فورس. عندي باتجاه من? باتجاه الواي. قوة مقدار هاش قد. عندي قوتي هاني ثمانين كيلو نيوتن. ثمانين كيلو نيوتن. ثمانين. فراح اضيف الاثمانين مارتيا. طبعا سالب ثمانين لازم نضي. حتى يكون اتجاه الاسفل. سالب ثمانين. ايضا دي وانو ديتو ما عد بيها مشكلة. انا اريد القوة اذا بالنص. اذا ذني عفيتم فارغات حير. اه لا لا افهموا بالنص. انا عندي وين مكانها? بس دقيقة. المنبر. الاثمانين الاولى صار على بعد واحد. عن بداية السابورت. ثمانين ثانية على بعد. اثنيا عن بداية السابورت. مو بالنص. فراح اخليها. اول اثمانين تبعد واحد. تبعد واحد متر. عن بداية. اول سابورت بالمنبر. زين. انطيقات. والثانية تبعد. تبعد اثنين. تبعد اثنين. ايضا باتجاه الواي. قاد. افتح كالمثال شوف اول اثمانين. على المنبر الثاني. اول اثمانين تبعد واحد. عن الرولر. والثمانين ثاني تبعد اثنين. عن الرولر. زين. كملت من كونستريتد فورس. ادي بعد ينفورم لديستريبيوتد لود. اروح على ينفورم. ينفورم فورس. ينفورم فورس عندي اشغط قيمتها. قيمتها 2.4. 2.4 كيلو نيوتن على متر. 2.4 كيلو نيوتن على متر. 2.4. اذن الى اتركهم فارغات. راح ينشر لي اللود. على طول المنبر. لا اذن اذا اضطيت ان قيم. مثلا بداية اللود. تبعد عن بداية المنبر. هلقت دي وان. دي تو. نهاية اللود. يبعد عن بداية المنبر. هلقت. الدي ثري. هذا الاريد انش راح اعتبر احمل سطح. سيرفس اه اه. سيرفس اه. سيرفس لود. يعني على سطح البيم كله. على مساحة السطحية للبيم. ادخل بالدي ثري. احدد الدي ثري. او اخلي. لا هنا. دي ثري. عفو هيصير شنو. اكسنترك. ينفورملي. دي ستروبيوتيد لود. الدي ثري ذات قيمة. راح ابعد عن. اله. النيوترال اكسز. او السنترك. لاين للبيم. يعني راح اخلي. هخلي. هخلي اللود. يأثرلي على البيم. بصورة لا مركزية. اكسنترك. لا انا اريد. على طول مركز. على طول الخط الوسطي للبيم. ومنتشر على كل البيم. فذني ابقيهن. صفر صفر صفر. اتجاهها طبعا باتجاه الواي. ولازم انطيه سالب. حتى يكون تجاه الاسفل سالب. دو بوينت فور. اقول له اد. وباتجاه الواي. اقول له اد. طبعا سيف. اقل له اد. بعض ما عندي لودز. هسه اجي. اختار كل لودز. وحطه بمكانها. لترابيزويد. على اول منبر. اساين. اقول له. استخدم الماوس لتؤشر. لانا ما لديه اشراع لكل بيب. الحمل المثلثي صاير هنا انا. طبعا هنا تستخدم كونترول. ادوز كونترول. وتحرك بسكرو ما الماوس. خليه كمل التأشير وبعدين. اجي على. الكنسريتت فورس. وان صايره. صايره على المنبر الثاني. والثانية صايره على المنبر الثاني ايضا. شوف وان صار مكانها. واللي نفهم لود صار على المنبر الثالث. هسه. بعض ما عندي قوة كل هن اشرتين. افك التأشير. ادوز كونترول. وحرك بسكرو. هاي هنا. تعرفون وان اروح. حتى اتحكم بالسكيل ما لاللود. اروح على هذا الاسكيل. اقول له باللود. ما عندي نتاج عندي بس. الاسكيل. هذا الاسكيل. الاسكيل ما الفورسيز. لود اسكيل عندي ورزلت. الريزلت بعدني ما مطلع نتاج. هسه باللود. ما الفورسيز هاي مكان انتاج عندي. مدوز كيلامات كيلامات امتر. انطي. خمسة. واهاي الديستنس بين فورسيز. ما عندي مشكلة. ما عندي مشكلة. ما عارد مشكلة. بعد اروح للسكيل البوينت فورس دعونا نكبرها نكبر الرقم ازدادت اذا نزغر اروح نزغر بالسكيل جمع 0.1 و 3.0 0.05 بس خلي اشوف ليش مدى ياخذها 0.1 و 3.0 0.1 و 3.0 0.1 هذا اللي هو اقصد عليه مدى خلنا نطلع النتائج احتمال من نطلع النتائج يروح نغير بالسكيل يتغير يش مدى ياخذها مدى يعرف يعني كل مرة اغير منها بس خلنا طلع النتائج هس عندي هذا الانير لود على اول منبر المنبر الثاني عندي 2 لودز عليه اول لود تبعد واحد متر عن بداية بداية عن الرولر الوود الثاني تبعد 2 متر عن الرولر خلي اظهر خلي اظهر خلي اظهر الشي اسمع اظهر الابعاد اظهر الابعاد ارجع اظهر ارقام النتائج اظهر النتائج ارقام النتائج ارقام النتائج اظهر الديمينشنز وين هم لا بعد. الديمينشنز ديسكلي دايمينشنز ولا ارقام البيم. هاي الديمينشنز. اقول له اوكي. شوفوش طلع. قيم ايضا اقدر اقول له اظهر لي اها. اروح لسكيل. هذا قيم قيم اظهر لي قيم اللوود. اروح اقول له اوكي. اظهر لي قيم اللوود. دا تلاحظون بس هاد الكنسترائتد فورس وذن يرد كابورهم. اوكي نوتن بير. بير متر. كي نوتن بير متر. point force نطي خمسة. او هاي الديستنس بيتم فورسي. مسافة بين قوى وغاز نطي خمسة. و البراجر خنونطي عشرة اوكي بدأ يكبر هذا ننفع ملود بدأ يكبر انتشون هنا اتجرب بهم البراجر خنونطي خمستاش انا عندي مشكلة لاني اريد ازغر الاسهم مع الوضع الوضع اتلاحظون البراجر البراجر مومنت 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 ما ادي مومنت هنا اسا هو وضع كدامنا اسا ما نطلع النتاج هم نتحكم بعد ما دخلت دخلنا ما بقى شي غير بقى بس التحليل نروح نقول له اناليز قبل اناليز اقول له اناليز 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 انفهم اناليز تمام اقول له اقول له شي ريدي يظهر لي يعني نتاج التحليل انفهم اناليز حل لي لود داتا ستيتاس شك ستيتاس لود مود شايب باث اقول له الكل اناليز 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 حلل شغالي التحليل شوفوا هنا لا 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 اهم شي ما عندي ارار يجوز يطلع لي واحد اثنين ما اكتو مشكلة روح اشوف شنو يحذرني مثلا شي يقوللي يقوللي مثلا ابعاد المقطع عندك المختارها يعني مدى توالم تكون غير اقتصادية او غير مقطع غير ابعاد المقطع حتى شنو تكون شو نقول منطقية مناسبة لتحمل هذا اللوت هنا نوت يطلعك ملاحظات بس اهم شي ما عندي ارار اهم شي ما عندي ارار اذا عندي ارار اروح اشوف وين ارار ما تيجو زاني مدخل ابعاد خطة او مدخل خطة زين عندي ذنني هسه ثلاثة اختيارات يوديك قبل على فايل مخرجات لوجو تبوست يوديك على النتائج والرسم او مودي بقيك بهاي المرحلة يعني حلال تكملت يبقيك على الرسم هالشكل اقول له زين ما عندي عندي بس كيس واحدة يقول لي توديه منها لوت كيس واحدة اذا عندك ادت كيسات تريد تظهر النتائج مالته توديهن منها وتختار كم واحدان اقول له اختار لي على الكيسات ماتي الموجودة لوت كيس وان طلع لي الرزلت مالته اوكي بتلاحظون طلع لك النتائج النتائج ماتك هاي احداثيات هاي اللود ماتك هاي الكوردينيت مال الجونتات هاي البيم كل البيم اللود العالية واحداثياته والمحصلة ماتة طبعا هنا راح اروح اقول له اظهر لي تشوفون هنا الانيميشن الحركة بس حاجة عليها واحدة واحدة وربورت التقارير اقول له اظهر لي الرياكشن الرياكشن دائما وين تطلع عندنا؟ تطلع عندنا بالمساند مو بالسابورت هذا شوفو كودن فكس سابورت طلع بيه الرياكشن بال اكس والواي والز والمومنت ام اكس ام اي ام ز الرياكشن بال اكس صفر بالواي سالب 19.931 بالز صفر مين طلعت الرياكشن؟ الرياكشن من هنا انت مطلعت النتاج حتطلع لك هناك حتطلع لك هناك شون تنفتح لك اوامر الرياكشن الرياكشن بعد ما حللت انفتحت لي نافذة الرياكشن و الرياكشن اضغط على الرياكشن طلع علي الرياكشن وين لقاها؟ لقاها بالمساند هنا عدي فكس سابورت هنا رولر وهنا فكس شوفو هذا رولر شون عرفت رولر؟ عندي الحركة باتجاه الرياكس فري مو؟ والمومنت حول الزت تفري هاني سويتهن فصار رولر بس عدي ردود افعال بالأكس والي والزت هنا لهم فكس سابورت وهنا ايضا بالأكس والي والزت فكس سابورت زينها جاء اقول اظهر لي طلع لك الازاحة الكل نقطة بالأكس والي والزت هاي الـ اقصى ازاحة عندك زين تقول اريد اطلع الازاحة اريد اطلع الرسم اريد اطلع الريزولت على شكل رسومات زين خلي اجي هنا اشير باتجاه الواي اتشوف اطفي اشير باتجاه الزت ما يبين لان زت عدي صاير داخل ضمن الورقة اشير باتجاه اهنان الاكس باتجاه الاكس ايضا صاير ضمن الورقة بس باتجاه الواي يبين عندي عمودي اطفي هذا زين اطلع المومنت بعدها المومنت يبين عندي المومنت حول الزت شوف المومنت حول الزت اطفي المومنت حول الواي ما يبين عندي اللي يبين عندي اللي يعامودي على مسقط الورقة تمام خلا طلع لك الواي وطلع لك المومنت شوف تلاحظون لا ما تلاحظون طلاب واضح اه الانيميشن 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 بس من رخصتك بالعشرة وربع دزل الغيابات تمام صديحين تمام الانيميشن راح اطلع لي الحركة الفعلية للتشوه بالبين اظهر لي الديفلكشن هسا اقول لي الديفلكشن بعدين اقول لي مدى تبين فاروح على السكيل هنفعل السكيل طفل الانيميشن اروح على السكيل بالرزالت السكيل ما للرزالت يجب هنا اجعل الريزالت ازغر اكبر السكيل مال تقليل البيندنج بمكان عشرة سوي خمسة ايضا خمسة اغير شير مية مية اخلي هنا الشير ما عندنا بي مشكلة لان يظهر على الشير اكزياب بمكان الف خليها مليمتر بيل متر خليها خمسة البيم سترسيز مالذي مالذي غيرها الارقام هنا حتى الاسكيل حتى يطلع عندي واضحة تكبر والزغر لا تؤثر عندك على النتائج وانما تكبر لك تمام اجعل اطلع هنا الشير باتجاه الواي المومنت المومنت حول حول الزت كبير اعدي بهذا الشكل كبرته اريد اظهر الدس بلس مينت نعمل دس بلس مينت طلع الديس بلس مينت خليه اطفض اني هاي الديس بلس مينت الازاحة اللي تطيني الديفلكشن زين رايح احطي انيميشن انيميشن نقدر ننطي منها او منها منها هذا شكل التلفزيون انيميشن دفلكشن لتلاحظ هذا يقولك اللي يصير علي بالبنائة هايش يصير هذا الشكل الحقيقي انيميشن لديس بلس مينت لتلاحظون ليش هذا صار ادي بهذا الشكل عندي هنا عندي عندي لدي فصار هنا التأثير اكبر من هذا تشوفوا شون ليش دا يفتر فتر هنا حول هذا السبورت ويني يقول لي ليش دا يفتر حول هذا السبورت لان هذا السبورت شينو نوعة هايش مون الم learnt لهم تمام? تمام. زين. تقفل الانوميشن. زين الدياقرام. طبعا الدياقرام منها تقدر ايضا الوض والرزولت. تطلع لك منها هنا. الوض والرزولت. طبعا تغير الالوان تقدر. الوض. الكون ستغير لونها. تقدر تغير لونها بالمكان احمر. هاي القوة المركزة مثلا سويها زرقة. زين. المومنت هم تقدر تغير لونها. انا ما اعدي مومنت هنا. سوي احمر. سوي مثلا سوي هذا النون. هاش عدنا. سيكشن. وكي. الدياقرام. مخطط. القوة للبيم. هاش عالشكل هاش او فول. او تجاه الزيت التورشين البندنج البندنج حول الواي البندنج حول الزيت الاكزيال فورس ايضا هنا الديقرام مالتها تغير بالالوان انتنسيتي بكلور هاي شنو هاي بعد ما تطلع النتائج بس مجرد ك شو ننسميه نقول ديكوريشن للشكل الثاني اقدر اطلع هنا غيرت بالانوان شوف شون صار قلت له القوة خليلي لون مالتها بلك موهاش قوة الشير حول الزيت شوف شون طلع زين هس نجي ديزاين بعد ما كملت التحليل اجي ديزاين خلنجي نصمم اروح على نرجع المودلينج اجي اقول له ديزاين فتحت صفحة الديزاين بالديزاين اش عندي عندي ثلاث نوافذ سيلكت برامتر شو تريد انت الديزاين اش يظهر لك type of racing beam parameter هان شنو اقول لذيني كلهن حط لي اياهن خلي طلع لي ذيني كلهن حتى بعدين مستقبل نختار الاريدة من البرامترات اقول له كلهن من تنقلين هنا تختار التريده خلي مو كلهن خلي نختار الشغلات اللي معروفة عندكم اقول له انطيني انطيني المكسيمم تحاولين طبعا ديني كلهن هنا تختار مني وانطيني المنمم depth اعلى سمك واقل سمك وانطيني بعدش تطيني ال yield ال f y ما الحديد زين وانطيني بعدش تطيني بعدش تطيني هنشوف وين ال f prime c deflection number of number is part of ultimate انطيني ال ultimate strength وانطيني اقول له length for flexural turtional buckling ال x ال y اذا اني تقراهن يعني تقراهن وتختار التريده انطيني ال profile ما التسليح انطيني بعدش نختار التراك هذا التراك احط التتبع ما خطوات التصميم اوكي نعم تفضل وانطيني ال اوامر اختارهن دائما بكل مثال يتيلوا حسب كل مثال اي بكل مثال اي بكل مثال هن سوف اعيدها رح يطلع ليهن كل هن هو مختارهم انت اجوز متريد كل هن تختارهم وتوديهم منها وتختارت انت شتريد انت ماذا تريد بالتصميم تريد تصميم ها انت ماذا تريد حسب المطلوب تريده انت مثلا اذا انا لم احددك تختارهم كلهم مثلا كتراس عندك type أو pricing نوع الاسنات beam parameter deflection إذا كانت بيم عندك عندي maximum allowable depth تطيني أعلى سمك وأقل سمك انت ماذا تريد المتطلبات التي تريدها انت شنو عندك ultimate strength دينسال ملزمة كشار حتى مثلا من اقرأها نعرفها وامرها 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 أقصد موجود ملزمة مثلا شنو كل امره شنو معناه حتى اعرف اختارها لا او بالملزمة ما كاتب لك كل شغلات معروفة عندك يعني هسا انا كلين راح راح اعرفك عليها كل النساش اختار هنا بيم parameter وحدات البيم هنا البرامتر ما البيم شنو بالبيم عندي عندي العمق ماتة وعندي العروض وعندي الطول هنا deflection check deflection check for cantilever إذا عندك cantilever بيم بيمكن 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 المكسيم بيمكن بيمكن مي تحديد بيمكن بيمكن تورشي نظام تورشي نظام تورشي نظام تورشي طلاب المحاضرة قاربت على الانتهاء دعنا ننهي الى هنا ونكمل هذه المثال التصميمات نكمل المحاضرة الجاية الآن نكملنا التحليل نصمم مع المحاضرة الجاية سوف نبدأ المحاضرة الثانية ممكن طلب نعم تفضل مثال واحد تشرح النياب يمكن لي أن يفهم صورة أحسن حتى لو نساعة المشكلة الثانية لا أعلم أولا لا أعلم عن المختبرات الغالقية ثانيا أنا الآن ليس ببغداد ممكن أن أفضلوا لكم أنا الآن أرى سوف أعطيكم عملي أكثر من النظر وأخذكم محاضرات إضافية ومن تكوني جاء لبغداد سوف أتواصلوا لكم وقالوا لكم دكتور فكرة ليس بالعمل والنظرية فكرة أنه يجب أن نفهم أن أنت يمنى حتى ننسي لك كل شوية لأن أوامر هواية فلازم نفهمها في كل خطوات لا يوجد مشكلة لكن أنت نصب البرنامج نصبته؟ لا بعد لازم تنصب البرنامج وتفتح الحاسب مواتك قدامي نحن هاي العام سويناها هواية الطلبة هم كان الإلكتروني بس يعني أوامر هواية أنت دخلت علي يعني ما أعرف شنو اسمهم أو الأمر شنو علي مو أنت هسا محضرت المحاضرة من البداية مو صحيح؟ هاي المحاضرة؟ اي محضرت من البداية في التدويمة الزومسج أصلا يا هاي المحاضرة ما بلغي يعني مو كل الطلاب بلغية به موجودة عدتكم بالجدول مو موجود عدتكم بالجدول سيكون جدول مو موجودة بلدك سب شو مو موجودة ذاك الاسبوع محاضرة ما دكتور ياصر مطلوب لا موجودة وذاك اليسبوع هم أخذنا هم أخذنا عملي إن كان حاضر فيصل مو موقف مو آن را tight ايمو من قل بالجدول موجودة بالجدول وذاك اليسبوع أخذنا محاضرة فايصل يدري بي هنا وما يدري والله الصراحة استاذ ما حد يبلغني قاوة فايصل تسمعني فايصل هس احنا ما عاد لمشكلة انا اهم شي تنصبون البرنامج دازية لكم الفايل سيتب مع البرنامج اهم شي ينصب البرنامج وتفتح ويا تواصل ويا خطوة خطوة وتشير لي الشغل ما تكثناش يعني انا ده اشتغل وتتشتغلون بنفس الوقت وتفتح كلنا شيئ واني حاول انطيكم عملي اكثر من النظري النظري هس راح تقريبا نكمل امثلة كم امثلة نختمها نكمل هون ونشتغل بس عملي اهم شي ينصب البرنامج ده تفتح مش شون واني ما عادم ان شاء الله صح ماشي نعم صحب نعم فايصل فايصل هو ده اقول ده اقول وقت ها الذاك الاسبوع ما اخذنا محاضرة اي نعم اخذنا عملي وتدرب وقت المحاضرة بالعملي بالعملي زين علي 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 حيدر اكو وعلي اسراء اكو عملي هم على المرحلة الرابعة تدوس على المرحلة الرابعة بس الخميس عدنا يم السعدي احيي زين منا عبصافة مو بالجدول العلي منه عملي موجود عدكم ما انا قلت لكم هس راح اضيفي لكم مهم محاضرة اضافية نقوم ناقض عملي اكثر من النظري كم من النظري نستمر كل عملي بس امشي نقضي لكم البرنامج فايل سترى ما البرنامج تمام لسا بس خلا اخذ حضوركم لان راح تبدأ المحاضرة الثانية تمام دكتور تارا حيدر نعم استاذ سلطان رياض سلطان رياض علي حيدر نعم دكتور علي لؤي فيصل فيصل احمد موجود كمال عبد الفتاح كمال عبد الفتاح محمد ماهر مسلم زيد موجود مصطفى سعد مصطفى سعد نعم دكتور مصطفى موجود مصطفى سعد عبد العزيز مصطفى سعد عبد العزيز محمود عثمان نعم دكتور موجود مصطفى سعد حسون مصطفى سعد عبد الناس مصطفى سعد عبد العزيز مفاس كامل مصطفى سعد عبد عبد العبد عبد العزيز موجودين بس الموجودين ثمانية من اصل خمسة عشر هس دراتوا بوقت المحاضرة ما لاتكم العمل وموجودة عدكم بالجدول استاذ يا بس العفو ما موجودة بالجدول ما حاطنا ياها بالجدول احنا اني لديش المحاضرة ما ادري ما بلغنا دكتور ياسر بالايميل هس يلا يلا عرفت اكو عملي هساني راحب عمود موجودة علي اخرى اكو منها عملي اكو منها نظري هساني راحب يعني ما بجد اه مو نفس الراحب الا عمود موجودة علي اخرى خلاب خلاب موجودة على الويب سايت موات الكلية بس اكو جا عندك جدول جدول نظري جدول عملي انتبه على هالنقطة من تفتح هاذ المحاضرة الموجودة في الجدول العملي نعم والينك مالتها موجود وكابت وموجودة بالويب سايت تقدرون نفوتون عليها دكتور هم منهم مستعدة افضلهم هاني بعد محاضرة الضافية العملي اذا تقدرون انت يكون هم عدد وقت انتهم استاذ يحيى كثرة لهم من الامتر ويشتغلوا اياهم على الحاسبة بينك وبينهم اونلاين حتى يتمكنون شوية من البرنامج والاستاذ فرون ويشتغلوا تمام والله يالله قدامكم المحاضرة الثانية فلتحقوا دكتور ياسر ان شاء الله سعدكم نعم مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة